السلام عليكم ورحمة الله محافظة عراقية جديدة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غدد الخميس بذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام هي محافظة كربلاء المقدسة طبعا هسا صارت عدد المحافظات سبع محافظات قبل هذا الفيديو كانت ست محافظات وهسا انضافت محافظة جديدة هي محافظة كربلاء صارت المحافظات سبعة اللي هي واسط الديوانية المثنى بغداد اديالة ذيقار كربلاء المقدسة لحد الآن فقط هذين السبع محافظات عندهم باتشر عطلة الخميس عطلة باقي المحافظات بعد لحد الآن ننتظر مننا وبعد الأخبار مننا وهيتي أي محافظة نزل تعطيل الدوام رأسا نزل لكم اشتركوا في القناة